موسيقى موسيقى جواء جدا متفترة في ساعة الاعتصام محاولات لتفريق الشباب موسيقى طيب الله وعوقتكم بكل خير عزا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجليد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نيلسات لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد يشهد العراق تنديدا واسعا بعودة عمليات قتل المتظاهرين برصاص قوات الأمن على خلفية قتل المتظاهر عمر فاضل يوم أمس الجمعة في محافظة البصرة خلال قيام القوات الحكومية بإطلاق النار لفض تظاهرة في ساحة البحرية بمحافظة البصرة جنوب البلاد اليوم السبت شارك المئات في تشييع جثمان المتظاهر عمر فاضل الذي قتل بنيران قوات الأمن في ساحة البحرية بالبصرة وسط إجراءات أمنية مشددة المشاركون رددوا هتافات أثناء التشييع منددة بالقمع الحكومي الذي يتعرض له المحتجون في المحافظة وطالبوا بمحاكمة سريعة لقتلة المتظاهرين من جانبه قائل شرطة البصرة عباس ناجي قال بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في عملية قتل المتظاهر بالمحافظة خلال احتجاجات يوم أمس الجمعة وأوضح في تصريح صحفي بأن التحقيق مجتمر من أجل التوصل إلى نتائج خلال فترة سريعة كما قال بين بأن لجنة أخرى شكلت في وزارة الداخلية ستصل إلى البصرة اليوم السبت وأشار إلى أن قوات الأمن ستلقي القبض على كل من أطلق الرصاص من أجل التحقيق معهم إلا أن تشكيل لجنة التحقيق لم يمنع سياسيين من التنديد بعودة عمليات القتل التي تطاول متظاهرين سلميين وكذلك تنديد واسع من قبل العراقين طبعا واصلت القوات الحكومية اعتدائها على المعتصمين في ساحة اعتصام البحرية وسط محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي أظهرت لقطات مصورة كما شاهدناها في بداية الحلقة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قوات مكافحة الشغب وهي تحاول تفريق المتظاهرين المعتصمين باستخدامها القوة المفرطة ومنعهم من الوصول إلى داخل ساحة الاعتصام بيان وزارة الداخلية أو بيان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة حيث أعلن بأن ضابطا من قوات السوات التابعة لوزارة الداخلية هو من ارتكب جريمة قتل المتظاهر عمر فاضل وكانت وزارة الداخلية في حكومة مصطفى الكاظمي قد قالت بأنها القت القبض على قاتل المتظاهر الشهيد عمر فاضل ولم تكشف الوزارة عن الجهل التي ينتمي لها القاتل رغم أن معلومات الصحفية أشارت إلى أن المنفذ ضابط في القوات الأمنية كان يحمل مسدسا واستخدمه لإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين السلميين في ساحة البحرية في محافظة البصرة بدوره ألمح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى وقوف منتسب وراء مقتل المتظاهر الشهيد عمر فاضل ولكن مثل ما ذكرنا مفوضية حقوق الإنسان في البصرة قالت بأنه من قوات السوات ويحمل رتبة ملازم أول طبعا متظاهروا البصرة اليوم قاموا بتشيئ جثمان الشهيد عمر فاضل الذي قتل يوم أمس بعد استخدام القوات الحكومية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة البحرية وسط المدينة وأظهر مقطع مصور تشييع الشهيد عمر فاضل تزامنا مع انطلاق تظاهرات في ساحة البحرية تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإسقاط نظام المحاصصة الطائفي والأحزاب الفاسدة خلونا نشوف جالب من تشييع الشهيد عمر فاضل في البصرة ونرجع لكم انطالب لهم مدرسة انطالب لهم مستشفى انطالب لهم حياة خريمة يا أمير المؤمنين بقيت فاستة بجائك عدل كل حالمين خلصت من دور الفاسدة الحزاب انقاتل يا مولان يا أبو الحسد قتلوا لي مرتاني شنو ذا بغض الشعب عمر فاسعو اسل اسلات كتلوا نيش ولكم نيش ولكم نيش هاي شبابك يا وطن هاي هاي شبابك يا وطن هاي حكام العرب أولا نعم وثانيا حد ما احتل نظام السابق دولة الكويت العميلة من قوبة الدنيا على العراق وعلى قوبة على نشوك الجيوش العالم انه النظام السابق الباعد احتل الكويت وليحد الان ما يوم واحد من حكام العرب قال الله هوا بشعب العراق وبيعي كامل عراق السلام ورحمة الله ابو عبدالله من بغداد كان معنا طبعا كذلك استخدمت القوات الحكومية الضرب بحق الأطفال في محافظة البصرة حيث قامت بضرب الطفل يبلغ من العمر اثناء السنة كما تداول ناشطون مقطعا مصورا على مناصات التواصل الاجتماعي يظهر الطفل وهو يبكي من شدة الضرب الذي تعرض له على يد القوات الحكومية حلو نشوف هذا المقطع ونرجع لكم ما كانوا يستحقون هاي الكمية من الضرب اليوم شفت كمية عجيبة وشفت حقد عند البعض صراحة ماينوصف عند بعض عناصر القوات الأمنية ما نقول الكل لأن صراحة شفت أشياء غريبة يركب على المتظاركة لأنه مع عدوه طفل عمرك مع السنة مع السنة ثمانية عليه يحاول زمينا محمد الفرطوسي خلصه مراسل وكالة ريترز يطقونه والكل مطيق والكل مضرب معنا اتصال عقيل من بابل اتفضل عقيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخيها هذه المفاشر لا نريجة التابعة إلى النظام 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 الديكتاتور في ايران لا نريجة هذه هي قاتلت المتظاهرين من تلاك الفرطوس ولحد الآن هذه هذه المفاشر لا نريجة من تلاك المفاشر فيها وقابل باللشاك على البدع التابعة قادم وعليها المفاشر الله ما حسنين قمع الجيش السلسة الطافية هم قتلوا وهم عراق بجمارة حسن الصعافيين قتلوهم ومعجانهم يطمعون اليوم قتلوا المتظاهرين ومجم من البقية على يتمنى هذه المفاشر المتظاهرين على ميانة شيجة لكن الجسادي والقيام فيها هذه المفاشر كيفية أي الشفاسر تلك الميشان والحيان وغاكمة هي قتلت كل المتظاهرين دينا وأريد أن يصار أصبر على هذه الأمجات أن تسمع ضد هؤلاء ضد هؤلاء طريان وضد طريان كل أحزانها وحتى هذا جيش لا مريضة ولا مريضة أنه جيش أقصر جيش أقصر على نفسه ومتظر ومتظر وعليكم السلام رحمة الله أبو هيثم من التأميم تفضل أبو هيثم أهلا وسهلا بك أهلا بك نحن نحن اليوم مو بس عمر راح عمار وغير عمار و تصير أنا تراحة يروح الدم بارد لا ما حد باله ولو يصير بغير دولة يصير ما يصير تنقلب الأمة العربية والدول العربية تنسج وتتنكر وتقول وتفعل وعلى دم العربي وعلى دم العراقي الزري اللي يروح مثل ما يباحون طليان عطالة بشورة ما يباحون بشار وهاي إسرائيل سوى ما سوى فلسطين ما حد يحاش وما حد يقول يشتف عن فلسطين وعراقيين الدول الأربية والدول الفاردية وأجنبية وأمريكية كلها عينها على العراق نعم يعني لشوكة تبقى الدول العربية ما ببال هذا العراق اللي بيانا خير وبيكوش بسلش مزيين ويموض بدول العربية ويا ما دافع عنهم ويا ما قدم لهم من كل شوكة من مال من نفوط من أرواح اللي دفعناها للدول العربية اللي شوف للدول العربية وقصاتها وقاض نظر عن تتعال ما تتعال أمريكا ويران بالعراق نعم يعني احنا تتوينا لو شيفن ما لدينا واحد يتعال على الكرتي ويثانبنا ويدافع عننا يعني شنو ذنب عمر مرة بعد فصل بعد عشرين بالعشرين شنو بعد شايف سو سو ستح عين على على ان يكون مستقبل ويشوف طريقة وهذا ويش دم يروح وعلى صنف لقوا القاتل هذا خير هم يقولون إذا هم صادقين ولقوا القاتل خلي يطلعون بمحاكم معللية حتى تلفزيون خلي كلها تشوف بدون بدون يكون باردين أو قاتلين أو يقولون ما يحسن شوارق ويجيقون يقول أنت قول لان الكتب يا شو ما يعرفون من الكاتل هم يعرفون زيان من الكاتل وهم الجاي يطبعون وهم الجاي دي يتعون هاي الاشياء في سبيل ما يخلون البلد ونطلب من الله عز وجل أن يصبح عنه الجملة للأم عنها الأم آمين يا رب آمين آمين أشكرك أبو هيثم من تأميم كان معنا أبو كرار من البصرة فضل أبو كرار نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله تعطيبا على كلام الأخ بالنسبة لشوال العربية عزيز الدول العربية والدول الحارجية اليوم كلها متأمرة ضد الشعب العراقي احنا لا نحول على الدول العربية والأقليمية ودول الجوار دول الجوار الثال يوم أبارع المؤامرة ضد الشعب العراقي وضد البلد العراقي لتدميره احنا اليوم نحول على الشعب العراقي اليوم الشعب حظتها فقط دول المتظاهرين الأبرياء السلميين بالأمس خرجنا تظاهر السلمية يعني يطاب شكار ولكن تفاجئنا بالقوات القمعية المتمثلة برئيس اللجنة الأمنية المجرم أسعد الجيداني وعطى الأمر لهؤلاء القوات الأمنية قامت القوات الأمنية ضد ضرب ضد صارف الحيوة الغازي موتين للدموع حبيبي بالنسبة استشهاد عمر قاضي كان استشهاد متعمد من فبل أحس دمرة القوات الأمنية يا دول احنا نأول على الدول اليوم الشعب ساكش نايم مؤامرة من رئيس الوزراء مصطفى الشاظمي اليوم يسبع الأحزاب يمشي ويا الأحزاب هاي مؤامرة شبيرة ضد الناس المتظاهرين الأبرياء يا دول عربية اليوم الشعب نايم الجليلة مطيفية هاي اليوم 45 يوم بهذا الشهر ما مصطي رواكب والناس ساكتة يعني ناس ما جاي العول على الدول 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 المتأمر علينا لذلك اليوم على الشعب العراقي عدم السقوط على هذه المؤامرة التي فحاف من قبل دول الدوار ومن قبل الأحزاب والميليشيات نعم مصطفى الشعب يجه من رحمة الأحزاب أكو بعض الأشخاص أو النواب أو بعض المتظاهرين اللي اللي انتموا إلى الهيشي أشكار لكن المتظاهرين يجه من قبل المتظاهر لا حتي بلا المتظاهرين لا ولن يقبلوا غيابة المجرم هذا إنسان يجه للساك الشارع يشف بالله علي في اليوم فقط في البصرة وبغداد جاي تقمع البصرة عدم نصب القيم هي شنو القيم يا أخي ناس ملت ناس لا تعلم لا قدمات وعلى الشعب أن يحاسب كل مجرم قاسل تفراح مثل رئيس الوزراء السابق عبد العبد المهدي وبغية الأجهزة الأممية وكذلك أسعد العدام بالدرجة الأولى لا بدو أن يحاسب من قبل الشعب عبيب احنا الدول العربية والأجهزة ما نعود عليها هؤلاء متأامرين اليوم مصطف والسابق لما يعقد لي خلقها مع المطل والأردن احنا ليش ما عندنا كفاءات في العراق كفاءات عندنا بطالة ما ليشتوارع العراق خصوصا في البصرة هذا مع الأسس بالإستهزاء المواطنة العراقية العراقي اليوم الإنسان العراقي إذا لم يمسدك الهوية العراقية والخدسية التحصية إلى نفسه مع الأسس ما يفير حل ما يفير حل نعم حالياً أبو كرار الوضع بالبصرة شوء الوضع؟ الوضع حديد الوضع متدهور بالبصرة اليوم إحنا خرجنا النفس الحالة وهم واجهونا اليوم غير طريقة عشو طريقة استخدام الماء الحار والفلسل والدعابل بالمصايب يعني حتى الجباب نجرحوا من خلال المصايب اللي ضربت من خبل الفيديسيات من خبل الشغل أخي يكذلك والله العظيم ناس ترميين 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 أنا أشكرك أبو كرار من البصرة كان معنا معنا اتصال أم عبدالغفور من الموصل تفضل يا أم عبدالغفور تسمعيني يبدو أنا فقرنا اتصال مع أم عبدالغفور عبدالقادر من بلجيكة وعليكم السلام ورحمة الله هم أنت يومي طالع لي من بلد وليوم يسمي نفسك عبدالقادر أبو علي من واسط تفضل أبو علي وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك مساء النور نياهل أبيك حياك الله صادر يعني أنت بدل لا تخاف تريد تسب وتشتم قول كلمة حتى لو ضد القناة ضد توجه القناة حتى لو تدافع عن الكاظمي والدافع للمشيال بدل الصب والهجم نعم هو يسب ويشتم ويخون بالناس ويتكلم بكلام طائفي ويوميه طالع لأنه باسم عبارة احنا منعرف صوته نعم آمين يعني احنا اليوم على استشهاد ابن العراق عمر هو موه الواحد ولا يكون اخر واحد مع الاسر اليوم كل الأقوال زي يقولون دائما وين العالم وين العراق عمر العالم كلما يجيز امريكا وامريكا تصل هذا الحال بالعراق نعم ايران نقصها دستور وشي يقول دستور الايران يقول نظرة الشعوب المظلومة يعني يعني احنا عراقنا نكون طائفيين بس اهم يتظرون الطائفية اذا الشيعة تقتل بالعراق تقريبا حوالي 800 شيعي انقتل بالتظاهرات خلال السنة اعتقدر هذا موجه لايران ولا هم اراقيين يعني ما عدنا الشيعة وسني بس لكن نوجه لايران هذا الحجي وهذول مو مظلومين اغلبيتهم القتلى برصاص صنع في ايران سخت من تهران وهذا سيد عمر يعني اقول للاقوان امريكا تيد هذا الشعب يتدمر لان هذا شعب صاحب طاطا وما راح تقوم لطائمة الا ان الشعب كله يترحد منطعش محاقبة حتى الاجواء المستقبل يقليم كردستان هم ما عايشين كثير وين وين وقال اللي عايشين عوية المالكي شفنا ما عدنا سياسات تراتيجية خارجية بالبلد ناس كانت يعني اقول لك بمطلو اللعيان اللي اساس الحلاء المالك تعباء يعني شفنا المالكي باول ولاية كان ضمن السوريين وضمن البشار يقول هو قتل كله جاي من البشار ضمن ولاية ثانية لان ايران حال نكسة دام يدعى البشار يقول النظام السوري فاحنا اللي حكمنا ناس طائفيين بس الشعب هو اللي يعرف شون يريدهم بس الموح ضرات جنوبية او بغداد احنا المغروض اخواننا في كندستان اخواننا في المناطق الغربية في ديالة يعني للأسف ماكو ثورة وماكو اصلاح الا بدماء هذا معروفة لكن هل انتوقف لا هل الثورة ماست بالعراق لا اكيد لا هل الثورة مو بس تظاهر الثورة بغنوب العراقيين هم العاق سيكون انتخابات معروف الانتخابات مزورة لكن التظاهرات راح توقف مستحيل راح توقف لأن مذل ما طلعوا في العام قبل سنة في واحد تشرين مذل ما طلعوا هم راح يطلعون الى نفس الوجوه اجت الى نفس السياسة اجت بالله عليك احنا شعب نزانياتنا 140 مليار ما عدنا رواكب موظفين ما عد نقدر ننتج حتى معجون طماطة ما ننتج حتى ننتج اكياس نايلون اضطرش الاستوردة من بغة هذا وصل حال العراق العراق كان يسمع كيارات ما نقول النظام بعد وغيرها تعوفونا من النظام بس شوف اللي اشتغلون بالنظام حتى حتى لهم مسيئين بس كان اكون تاج بالبلد صنع في العراق كان موجود اليوم بالله بمعاضرة واسف عنية كلية الزراعة بجامعة واسف دوال معمى الالبان في بغداد يجوا هاليولا مالك الكالة ماذا شو سمهم مالي ايراني قالوا يسند يجوا طعم يجوا حكومة ما يجوا نقول الميليشية ذالها حكومة وتابعين الحزن تابعين المجلس الاعلى قالوا لاتعزل قال ليش اعزل انا جاي يوزع المحافظات جاء لاتعزل وكتلوا اعزل والله كتلهم طريق بغداد يكوت وهذا عزل غسلا عليه او هذا العراق وصنع الحالة فكالتواب هم راح يجون العراق ان شاء الله والمنابر الحظ مثل من بنكر واكو غير المنابر هي راح تحضر العراق ان شاء الله واني اشكرك اشكرك ابو علي من وسط كلام معنا سعد من السعودية فضل سعد اهلا وسلام بك حياك الله بارك الله بيك يا اخونا الله رسولك يا اهل الاقل المباركين وانا عندي كلمة اقول الشعب العراقي والشعوب الشعب العراقي خاصة والشعوب العربية عامة اصبحت تعي لعبة المصالح القائمة لها السياسة الدولية عامة يعني وبالنسبة للاخ بكرار يوم قال عن الدول العربية صحيح كلامه واحنا اتكلمنا واكبر دليل على التآمر هؤدود السفرات العراق في ظل هذه العصابة المجرمة ولكن الحمد لله التورة هذه هو الشعوب عربية ان شاء الله وامر اللي مثلا معين ان شاء الله انها انتصار على كل ظالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أبو صالح من صلاح الدين بفضل أبو صالح أبو صالح أبو صالح أهلا وسهلا بك يا أهلا بك شو فكر عنك مشتاقيني بفضل عني حياك الله سال عمر العربي قدم رحمة محاوة أمت والاحتصال والقواعد يمو وصد والمباط السابق نعم نعم نسمعك وعد وعد على أبو علي بن واطم أبو علي دائما قال الحشد الشيعة والشيعة ما حشد يا أبو علي ما حشد يا أبو علي لا أريد نعوف هذه السؤال ما حشد يا أبو علي قال نحن لازم نصير إيد وحدة الـ 18 محافظة ونترك هذا السني وهذا الشيعي هذا اللي قال الرجل خطابة بالعكس خطابة خطابة وطني وليس طائفي إن شاء الله توحى بالعراب والعالم محاة وقالوا من حدي الله لعم كنا أخوان وإن شاء الله باقفر الجنوب والشمال نعم فأصواد النشاط ستولي بايد وعلي طار اليوم أمس عمر فاضل الذي قتل برصاص القوات الحكومية نعم رفض ذو الشهيد عمر فاضل وناشطون اعتبار جريمة قتل قتله جريمة ذات بعد عشائري طبعا هالبارحة طلعونا الجماعة بكلاو قال لك هاي أكون يعني نزاع عشائري ونقتل بسببه شوف أريد يلفوها يعني موجودة كاميرات وموجودة شهود وصوروها وهو بنص التظاهرات وريد يقول لك والله نزاع عشائري انقتل بي عمر فاضل يوم أمس ولكن الحقيقة يعني واضحة مثل الشمس مستمرون معكم عزيز المشاهدين بتقديم هذه الحلقة ناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم موسيقى موسيقى صحيح ساعد الاتصامل الآن وحال صد أوادس الأمنية الشراء قبل وصول المسيرة إلى صاحب التصامل مصر أهلا بكم من جليل عزيزي المشاهدين أبو أسراء من ذيقار يعاود اتصال بنات تفضل أبو أسراء أبو أسراء تسمعني يبدو أن أتصال مرة أخرى مع أبو أسراء من ذيقار أريد أن نجعل موضوع موضوع فيروس كورونا في العراق يلا قبل أن نبدأ بالموضوع حسين من كربلاء تفضل حسين حسين تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك شوالك يا أهلا بك أهلا وسهلا أنا بالنسبة لي أشارك داوم عسكر بالجيش العرافي نعم بسأري إذا أنا بسأل أعتب على هذه الحكومة ولا هو معي معتب يعني لا بديل لا أرزاق لا رواتب شوان بالله بتالي هو لهم نعم دعمكم أنتم القنوات الفضائية إذا أنتم تدعمون العلمين يدعمني وين داوم أنت أسراء أنا داوم بالأنبار نعم أيه والله ما لكم أرزاق والله أخويا شكلك يعني حش السامع الأرزاق تشذب ما يرتم محشوم نعم زيان الله شاهد يعني هذا العسكري الضحة والقاتل والحرر الأرض والأمد الدنيا العراق هم زيان يعني أرزاق بشرفك يعني طمونة يارسة يعني طماطة طماطة الوحدة بها نفرين الأرزاق يعني أخونا هم باعش أرزاق يعني علشان الرواتب لي ألسا ما أخو يوم سبعة بشهار وما أخو زيان حسين أنت هاي الأرزاق برأيك يعني ما كو تخصيص كامل إلهي لو أكو تخصيص بس يتم سرقتها من قبل الضباط الكبار لا بالعكس لا بالعكس هو التخصيص الجاي قطران من كل جندي 110 وانت حسين الجهي عارف كم واحد مليارات يعني وانت وانت وحد مليارات يعني هو وش اللي يوكني بس هالبفين نعم لا كمية لا نوعية يعني ما ما نروح شي يعني الشغلة هم فساد فساد وسرقة يعني نبيض الفاسد ينا وراحل وانتهت بعد جنقرة يتحمل مسؤولية اش يسوا هاي بعد الله يعنكم رحنا نريد أنتم القنوات العراقية اتناشدوني تدعموني دعمكم يعني انا هم انا هم اخوان والبناء نعم طبعا صوتك انت على الهواء مباشرة واذا اكو اذا اكو عندنا حكومة باقي منها الشي يسمعوك والله يا أخويا ما اكو حكومة لا ما اكو حكومة ياصل مو مو الحكومة مو الشعب حكومة كلا التبعية والدول والجدات خالدية ابو اسرائيل الاسرائيل او بامريكا الامريكا وابيران ليران الله يفرج عنكم انا اشكرك حسين من كربلاء كان معنا رياض من امريكا اتفضل رياض تحياتي احياك الله يا اهلا وسهلا وإلى خناة الرافجين البطلة والمجاهدة يا اهلا بي والتي تتكلم بكل لسان اراق الشريف بطاك طبعا هذه مو اول مرة تحدث هذه الحوادث القتل والخطف من قبل الحكومة الميليشية الايرانية الكل مغموا بعيني الامر المتحدة حقوق الانسان المجتمع الدولي المجتمع الاوروبي طبعا اوروبا هي هي اللي دمرت العراق بينها بريطانيا طبعا يعني ما لدي تطلب القاضي على بريطانيا الحقيرة طبعا اعتذر على هذه الالفاظ لكن هاي الحقيقة الحمر كل يشتركوا بالجريمة اوروبا وامريكا لكن كنا نصلي من الله ينتقل والله الان ينتقل منهم اعطاهم الكورونا طبعا هذا انتقام الله فالحل الوحيد يعني الاخير هو انقلاب من قبل المظاهرين يعني بعض مظاهرات سلمية متفين من 2003 لها القتل والخطب فلا متى دولة الميليشيات موك سهولة ان يطون الكرسي الى المظاهرين يقولون امتعب تفضلوا يعني دولة مجرمين مقتدى الصدر قاعد بالآفز ماله ذاك اللاخر المالكي قاعد بالقصر ماله وديطون الاوامر المرتزقة مالته نعم فذول جبناء فاذا المظاهرين يأخذون الاسلحة ويهجمون عليهم والله يتركون الاسلحة ويهربون وشكرا شكرا رياض من امريكا كان معنا علي من كربلاء تفضل علي تفضل علي تفضل علي تفضل عيني بس نصري لنا التلفزيون للأخير الله يخليك نعم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله تفضل علي علي تسمعني علي تسمعني نص التلفزيون يا أخي أكو مشكلة بالاتصال مع علي من كربلاء أبو إسراء من ذيقار يعاود الاتصال تفضل أبو إسراء وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسلام حياك الله يا أهلا بيك والله أخويا نستفيدك من حكومة تعباني نتوظيم طعام نلعام اليوم نعم نعم يعني يعني خلونا تحطوا وعندك راتب العاصرين يطول سبين وتبعين تطين رياح لل السحيط والله متعبني حين تعبني يعني رزونا غير لي ورا نعم شنو أبو إسراء أنت متقاعد وشنو نعم أبو إسراء أنت متقاعد لو موظف وشنو أبو إسراء أنت متقاعد لو موظف لا والله أنا أعجب لحماية اجتماعية ها الرعاية الاجتماعية نعم أحيان أبو إسراء أبو إسراء صار لك كم شهر ما مستلم والله من بداية الخامس حفظنا وليوم فرمضان سلبنا فرمضان وليهز نعم هي شاحة الله هو أحد الموسمة اللي جاء علينا باش تشتري طعام تكرب بيش آآ جال ما جال مطريف تواني طبعا يعني تنطر يعني بيع العزة كل ما عداك وتجي تنسل يجاي والطالب وليه كموعة تعرف لوه بشي كموعة لوه بشي نصدع مسينا الله يالله رحمه أحسن نها إبن الله تعال أنا دول إسراء نها نصوص عامية نها حولو لا قوتين لا بالله يي والله رضونا من الموسمة أحد الله تروح للقبيض ماطر يعني انت لو عندك فلوس تتعيش ما عندك فلوس ما تتعيش أنا حاجد لفتلقات نيكرونا شا أحد الله ما عندك الاسكناء زيان استلمت استلمت البطاقة التموينية البطاقة التموينية تستلموها أبو أسراء ألو أسمعك خلونا نجي على موضوع ثاني وهو موضوع فيروس كورونا حيث يتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس حيث يقترب من تسجيل نصف مليون إصابة مع أكثر من 11 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد منتصف فبراير شباط الماضي في الوقت الذي يشكك مختصون بهذه الأرقام الصادر عن وزارة الصحة ومعتبرين إياها بأنها أقل بكثير من الواقع وتؤكد الوزارة بأن نسبة الإصابات مستقرة ولا تتوقع موجة ثانية من الإصابات وسجلت المحافظات العراقية للأسبوع الثالث على التوالي إصابات عالية بلغ مجموحة اليومي ما بين 4000 و 4500 إصابة يوميا بمعدل وفيات بلغ نحو 70 حالة وفاة في اليوم الواحد بحسب آخر بيان لوزارة الصحة في العراق فقد بلغ مجموع الإصابات الكل في العراق لغاية مساء الخميس 489.571 إصابة بينما توفي حسب وزارة الصحة 11.175 إصابة في وقت تؤكد إحصائية الوزارة بأن عدد المتعافين بلغ 420.260 أشخاص في عموم مدن البلاد بما فيها أقليم كردستان العراقي طبعا تعليقا على الارتفاع الجديد في معدل الإصابات تواصل وزارة الصحة التقليل من شأن هذه الأعداد رغم العجز الواضح وسوء الخدمات المقدمة في المستشفى الحكومية إذ اعتبر وزير الصحة حسن التميمي بأن نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستقرة كما قال وأكد بأن السلطات الصحية أجرت ثلاثة ملايين فحص المواطنين لغاية الآن معناه اتصال؟ أبو حمزة من واسط تفضل أبو حمزة الله يسأل حقوقي أهلا وسهلا بك الله يسأل والله بصراحة الحكومة والواضح تعبان نعم الله يرحم صدام حسيا أنا معروف حضان فاسط ما عروف لناش تعرفني الله يرحم صدام حسيا كان يعدم الخائن والعميل والسارة هس هاي بحكم ما يشك واحد وطني كفو نزيه يعدمه ويقتل بالشاهرة هاي واحد يشوف البلد سلب ونهب وقتل وتهجير وتهجير وتخريب وحراق والتحار والطلاق ومخدرات كلها بسبب هاي الحكومة تلافك العراق مباحثة حدودها مباحثة أموالها مباحثة شعبها مباحثة أجه السلامية مباحثة حكومتها مباحثة أربع صلاعين مهجرين من شعب العراقي مجاعة فقر ممراض سلاعة ماكو تجارة ماكو سياحة ماكو داخلية ماكو أمين ماكو هاي بلد تايه ضاع الله على اسم العراقية للكويت نفسي من الأرض النفطة أسعار التوظيلية بصفة عيش دولار تركيا مخلص انجار إيران حد اسمالها حردي من الشمال للجنوب من الشرق للغرض والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبو حمزة من الوسط كان معنا طبعا نرجع الموضوعنا موضوع الفيروس نقلت محطة العراقية لنوكل الحكومة عن التميمي وزير الصحة قوله بأن العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا لكن نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا العالم كله بموجة ثانية أنت ما تتوقع ليه شابه شعندك يعني يعني سورت العراق مثلا أنت لو لو منين جبت هذا الكلام طبعا ألقى باللوم على ما وصفه بعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية بكونها وراء ارتفاعات الإصابة يعني اليوم فرنسا يسجد خمسين ألف حالة باليوم هناك موجة ثانية ويقول لك العراق لن يشهد موجة ثانية كيف هو يحشي طبعا رفعت أسلطات إجراءات الغلق اللي فرضتها في البلاد كما هو معروف قبل نحو شهرين وذلك عقب موجة تنديد واسعة بعجز الحكومة عن صرف مساعدات للمتضررين من القطاع الخاص إذ قدر عددهم بأكثر من 12 مليون عراقي غالبيتهم من أصحاب الأجور اليومية ما دفع الحكومة إلى إعادة فتح المطاعم والأسواق التجارية وخطوط النقل العام وأنشطة التجارة المختلفة معناه اتصال أم عبد الغفور من الموصل تعاود الاتصال فضل يوم عبد الغفور أهل وعيني بسلام وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيش الله يسلم يا أهلا وسهلا يعني هذول المتباهرين ما ما طالبين شي من الدولة غير حقوقهم نعم وليش شعي أدوهم يومية الكتيل وكل شعي يتوهم بيهم ليش بيها حق هذا أنت رهيتش بالشعب العراقي نعم خاصة أنا أدتشي للضررة للموصل يعني أنا أريدش ظلم الحكومة العراقية إليك والشعب العراقي كلهم يعطوا هذا الشي نعم ألو وياك عبد الغفور ألو أسمعك يبدو أن هناك مشكلة معه عبد الغفور من الموصل شكرا جزيلا لك نعود إلى الموضوع حيث يتوقع مختصون بأن عدد الإصابات المعلن من قبل الوزارة بشكل يومي أقل بكثير من الحقيقي وفقا للدكتور أحمد السوداني وهو عضو نقابة الأطباء العراقيين فإن الحديث عن ضعف أو ضعف التزام العراقيين بإجراءات السلامة ينبغي أن يواجه بسؤال عن ارتفاع عدد الوفيات الذين يقضون في المستشفيات فالعراق الأول أيضا في عدد الوفيات يضيف السوداني لصحيفة العربي الجديد بأنه لا يمكن إلقاء اللوم دوما على المواطن من قبل الحكومة حبسه في المنزل لعدة أشهر من دون منحه مصدر دخل أو مساعدة ثم إذا ما خرج للشارع بحثا عن رزقه تتهمه بعدم الالتزام بالتباعد والإجراءات الصحية تتهم وزارة الصحة بالفشل في إنقاذ الكثير من المصابين الذين توفوا فضلا عن فشلها في توحيد بروتوكول واحد للعلاج بين المستشفيات في العراق معنا اتصال علي من الديالة فضل علي الله يتهادك عمر أهلا وسهلا بك والله قولي يا عمر إذن العرب نقول الله نعرف بالعق الماشا بالعين نعم يعني هو صدق لو كورونا كان العراق العالم كله هو انصاب بالموالات بالسوق بكل مكان بواحد اتصالات واحد مستمسوية شو ما محد انصاب يعني السوق وارواشي ساعة مستمسوية يعني هاي هم لعبة جديدة على السعب العقل يعني أنت تقول ماكو كورونا علي والله ساعد عمر هم يقولون كورونا إذا تجيك من ذا واحد بي كورونا لا تروحي للملات لا تروحي لطفا لأسلم الليلة خمسة لا تصاب حسنا تمام نعم نعم الأرقام اللي صارت إذا نتحدث فقط عن العراق هل تعلم بأنه بالعراق نصاب حوالي نصف مليون شخص والوفيات أكثر من 11 ألف هذا المسجل في وزارة الصحة أما على مستوى العالم فمئات الألوف من الناس ماتت بهذا الوباء وإذا أزيدك من الشعر بي بموضوع علمي بحديث علمي وأنت قلت الله شافه بالعقل مو بالعين تمام الفيروس إذا أصابك ربما أنه أنت ما تطلع عليك أعراض يعني بحسب بحسب منظمة الصحة العالمية تقريبا تقريبا 80% من سكان الأرض يصابون بهذا الفيروس ولا يظهر عليهم أي أعراض ولكن التخوف من أنه الشخص اللي يحمل الفيروس اللي ما عنده أي أعراض ينقل إلى شخص آخر مناعته ضعيفة تؤدي إلى وفاة هذا الشخص اللي هم يشكلون حوالي 20% من سكان الأرض فإحنا خوفنا من الناس وتتدري المستشفيات بالعراق شون تعبانا وعلاج ماكو ورعاية ماكو هذا التخوف يا أخي إزيان عمر عمر هم يقولون يقولون ما أكو من أكو أصابات شنون يقولون أكو شفاة ويقولون علاج ماكو وشنون تشافه هو يتشافه عن طريق عن طريق مناعته إذا مناعته قوية تشافه من عنده إذا مناعته ضعيفة لا ألو أسمعك إذا أنت مناعتك قوية تجابه الفيروس إذا أنت مناعتك ضعيفة لا أستاذ عمر أنا أعرف واحد من غير محافظة يقول سابقه على المدير يقول له أستجقد عندك عدد يصلاح كله أن كان يوميا يجون يقول له أنا أريد منك عدد مية بسبيل أكو المبلغ صار بها تلاعب وصار بها فساد ولكن الفيروس موجود والفيروس في شكل خطر أنا أشكرك علي من ديالة والموجة الثانية بدأت وبدأت في الاتحاد الأوروبي وهناك دول يعني اتخذت إجراءات مثل فرنسا ومثل بريطانيا يوم فرنسا أكثر من 50 ألف إصابة باليوم الواحد معنى اتصال ما سمعت الاسم عباس من السماوة تفضل عباس عباس تسمعني عباس فقدنا اتصال مع عباس من السماوة وأكد بأن عضو نقابة الأطباء الدكتور أحمد السوداني أكد بأن نقص الأكسجين في عدد من المستشفيات وضعف وسائل حماية الأطباء العاملين فيها أحد أبرز وجوه التقصير الحكومي في التعامل مع الجائحة لافتا إلى أن العراق يسجل يوميا ما لا يقل عن 18 ألف إصابة لكن عمليا الوزارة لا قدرة لديها على الفحص وكثير من العائلات تصاب ولا تذهب للفحص فكيف عندما يتم فقدان حاسة أو حاستي الشم والتذوق هذا يكفي بأن الشخص مصاب ومتأكد من حالته بأنه مصاب بهذا الفيروس بعضهم يحتاج ويتعالج في المنازل لأنها أكثر راحة وأمانا من المستشفيات وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيز المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة